اشتركوا في القناة 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 هل هذا الماء؟ 3 ماء هذا الماء على ربع كيلو ها هل ستبسك هل ستبسك هل ستبسك؟ نفس هل ستبسك؟ هل ستبسك؟ هل ستبسك؟ يعني ده في القوطة وفي البصل وفي الطماطم وفي الرز مالك زيت كبار ها هتحط طبعا ملح طبعا انا ايدي اعرفها باية موزونة هنعمل هط بكوين هنعمل ده النعناع لو كتير مش كده بس انت بتحب طعمه فيه ها ها بتحب طعمه فيه يبقى ممكن تحطه النص بس واحدة ها دلوقتي احنا عملنا ايه؟ خلطة المحشي بتاعت ورق العنب المكونة من بصل لحمة مفرومة رز زيت نعناع ملح فلفل طماطمية متوسطة الحاج دلوقتي حلصنا الخلط هنبتدي نحشي نبتدي بقى نحشي ورق العنب بعد ما سلقناع تمام خلاص وبعد كده هنسويه بقى نفعه على نار ونسويه دلوقتي هنعمل ايه؟ طيب احنا دلوقتي هنبتدي الحشو نبتدي نحشي ورق العنب وقبل ما هناع مناع ما نحشي وهنحط الورق العنب ملفوف ونحشي في الخلة لازم نفرش طماطم أسفل الخلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ايوان تيز اتزي ايوان وبعدين لما بلاقي ورقة كبيرة كده بعملها مصين عشان ما تبقاش المحشيايا كبيرة قوي ورق العنب واحنا بنحشيه لازم ناخد بالنا من ان سطح الورقة بيبقى ناحية خشنة وناحية نعمة فاحنا بنخلل ناحية الخشنة من جوه والنعمة من بره زي كده الخشن اهو وبحشي كده فبيبقى السطح الناعم هو اللي بره فصين تنبس يتحطوا عشان يدوا ريحة انا بشرته ماء كده فبريبه مايو فبريبه مشوك فضل مايو لازم يكون بسوى الميا بسوى وراء العين وهنحطوه على النار هتتبخي عدي لمدة نص ساعة او اكتر لما يتشرب السوس بتاعه لازم نهدي عليه ويبتدي بقى مسلا هو ممكن ياخد ساعة الاربع كده الهادي بس كده بعد تلت ساعة نوط عليه وحطي مرور الصدق تحته كده وراء العين بستوى وغرفناه في الطبق وجاهز للتقديم عظيم طب انا بقى حدوق يا احسان 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 ترجمة نانسي قنقر